ايوه انا حب انا للتعابلات دي عشانك متوقع ادام انت عملت التعابلات دي بقى متوقع السؤال هل مودست نقدر نقولي النهارده انه بدأ يطلع قماش ولا هنقدر طول حياتنا نقول مودست هيتلع قماش هيتلع قماش هيتلع قماش لا لا بمنتهى البساطة شوف انا زياد في زل في زل في زل التراجع الكامل لفريق النادي الاهلي كنا منفرج عن مودش النهارده وبعد يا كريم وجيت في الدقيقة 25 تقريبا وجيت لي بمنتهى البساطة طب احنا بنلوم على مودست ليه الراجل بساط سهلة جدا ما بتروحلوش كروسات بفروط تتعملوا ما بتتعملوش ده حد الدقيقة 25 تقريبا يعني ففي جزء من المشكلة عند مودست معترفين الراجل ما جابش 30% السبب فيه مش مودست خالص الفرقة كلها حوليه وقعها طيب دي ارقام مودست النهارده الراجل جاب جول سد اربعة تزديدات منهم تلات تزديدات بين القائمين والعرضة لمس الكرة 24 مرة فقد الكرة 3 مرة بس روغ مرة كانت صحيحة تمريلاته صحيحة 12 من نسبة 100% طيب دي ارقام الراجل طيب الريتنج بتاعه عشان ملك هل الراجل اداء النهارده كان افضل من قبل كده ولا لا ده المعدل المتوسط للريت بتاعه في كل المواقع الاحصائية 7 و 8 من 10 اللاعب الاعلى في المباراة اللاعب الاعلى من الفريقين في المباراة في مباراة سلاميكا كروباترا كان 6 و 7 من 10 في مباراة المقاولين كان 6 و 9 من 10 والمباراة بالنسبة لي هو كان سايق جدا طيب فانا بقيس هنا هل هناك تطور نعم هل والمنظومة كلها حواليه وقعة الراجل النهارده كان هو المهدد الوحيد لفرقة سلاميكا كروباترا نعم هل ده حصل تعال نشوف يلا بي منيجي نبص على مودست الراجل الجون بالنسبة لي هو جون صعب مش سهل هو القصة كلها هل جات لفرصة هل لا مجا فققول هل دي اكسبيكت الجول هل دي كرة كانت متوقعنا تخش لا لا التعامل معاه وبعد ما جبتها بقى على السريع مش هالي على البطيء تعامل الراجل مع الكرة منتها البساطة المهارات الاساسية للمهاجم الراجل بصص على الكرة عارف مكانها ارجع تاني ارجع تاني وهو ايه كرة فوق ارجع وكرة فوق بصة كريم الكرة طولية مسقطة كرة عادية جدا اهلي بيعملها خمسين مرة في الماتش كرة طولية مسقطة من طهر الراجل شايف الكرة كمل بقى ماشي في ريمين وهي بتنزل حجز لنفسه مكان لف بالراجل كل ده هو قوير وحاجز وراء المدافع هي قصة كلها عجزة المدافع المدافع لو تمكن من الكرة اسهل انه ياخدها منه مليون مرة الراجل خدها امتصاص الكرة نص الجول امتصاص الكرة او تقفيتها نص الجول طب بص كمل كمل بعدها تاني كمل بص الراجل هنا خدها طيب وهو بيعدل الاولانية بس يرجع 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 تاني وهو بيعدل الاولانية لو شطع من هنا وهو رجيء وهو بالمنظر ده هتروح في الساعة هتروح في المدرك فقط اخبط الجماير عدل الاولانية وعدل التانية الجول نزل كمل بقى هات بقى وهو بيعدل التاني اهي بص يرجع تاني يرجع سنة صغيرة سنة صغيرة سنة صغيرة بس الجول ينزل خلاص الجول ينزل خلاص بقى اوتو بوزيشن المدافعة بقى اوتو بوزيشن خلصت الكرة الملخص بتاع الجول انه الراجل استعمل فيه خبرته مش ايه حاجة تانية طيب ما هو ده اللي انا جايبه عشانه عشان يجي له واحدة او اتنين يحطوهم انا مش عايز منه اكتر من كده انا مش عايزه انه هو يشتغل مع المجموعة وطول الوقت عمال بيتحرك وبفرق لانه تاني وانا بتعقد معاه انا عايزه يعمل ده عايزه يجيب جول يجيب جوليل في كل ماتشات طب هل النهارده كان فيه فرص متاحة والراجل ضيع يمينه ويشماله والاهلي كان فيه لأ الاجابة لأ طب كمل بقية الفرص عبارة عن كروسز وعبارة عن كورلاغ بطة في التمنتاشر كمل يلا ده الجول اللي انا شايفه تحامل معابي المثالية واي مهاجم مكانه هيجيب الجون ده اقوله الراجل جاب جون كويس حطاها حبل هي بتحطش لكتر طب العشان اسفوه الكنترول بتاعه بطريقة استلم الكروس هو اي حد في الدنيا كورة نزلها من فوقها استلم راحب بقى ترئيسة بعد كده بتاع المدافع المدافع كان راح مو ده جاي من يل المدافع تلع برا ليه اوتو بوزيشن عشان بسبب الحاجز دي الكرة التانية يلا كرة رأسية خدها دخل خدها وشالها بالصعود لانو كان داخل مع المدافع طب اللي بعديها هات اللي بعديها ماشي هات اللي بعديها على طول يلا اللي بعديها دي كان الكرة التالتة اي دي اخطر اخطر كرة في المباراة اللي بالمناسبة اللي بالمناسبة شايف انك ممكن هتعمل معها احسن من كده لانه الكرة سهلة هو كتمها عايز عايز يحطها عكس رجل الجول وهقول لك هو عملك كده ليه يلا روح وهي العكسية دي اللي انا عايزها بس واقف واقف بس خلاص ابو سعود راح يمين هو بيحاول يعمل عكس رجل الجول بس كأن المدافع مش قدامه هاي دي كتم مشكلة لانه اسهل اي اسهل حاجة يعملها ايه رجل اجتمها لتحت هنا على يمين احمد مسعود لكن هو عمل ايه لا مسعود بيتقرق يمين عايز يحطه عكس الجول فخبطت في المدافع انا شاف انه كان التعاون معها كان يبقى سهل يعمل السهلة ان اتحطت هنا في الزاوية الدقيقة بعد احمد مسعود كانت بقى هدف خاصة ان تقويتها كان حساس جدا نهاية هل مودست اقدر اقول هو مهاجم النادي الاهلي والراجل مكسر الدنيا وكل الكلام ده مش حقيق ابدا مش حد يقدر يقول كده هل مودست افضل لعب من الاهلي النهاردة في المباراة نعم عندما يتحول لعب من انه اسوأ لعب في الفريق لانه يكون افضل لعب في الفريق تقييما مش ده رأيي ده مش رأيي الشخصي هو اعلى لعب في الملعب النهاردة تقييما سواء في الاهلي او في الجونة في ظل تراجع معاصم اللاعبين وتراجع مارس الكولر بالمناسبة فلما تتكلم انه الراجل في ظل نواقصه كتير وانه مش في افضل حالاته مليون في المية لازم اقشيت بيه مليون في المية النهاردة الراجل منتقى البساطة لو حط الجونة انت كنت تتكلم على ده في الانترو لو حط لو حط واحدة من الاتنين اللي حطها بدماغه او اللي حطها برجله التاني الناس كانت تقول ايه نجم المباراة جاب جولين والفرقة حواليه تاني هارجع وعيدة مش شايفة الاهلي النهاردة شط خمس كرات على المرمى من هم تلاتة للراجل ده خمس كرات من هم تلاتة لين اقول لك المشكلة هات مودست ايه وحتى انا شخصيا بشوفها كده توقعات انه لا ابراب عليك ان انت التوقعات بتاعتك لمودست انا 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 جايب ايه جايب من دورتموند الدول الالماني واحد من اساطير الدور الالماني فيما تعلق بالمهاجمين يعني بسم الله ما يخش على الدول المصري هيبقى كواليتي مختلف تماما عن اللي موجودين كله مش تبقى مستاني اخد وقت عشان تبقيك كل حاجات دي ده شوية بقى تفاصيل تانية في الملعب اللي هو ايه لمسة في الكورة باصة كواليتي بتاع حاجات عنده شوية كده مش 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 زبطة فتخليك تحس ان هو طب هلها بها هيا يا جماعة يعني هاي دي بس المشكلة انا انا عارف انت عايز توصل لانه مراجل عمل شغله او يعني اكتاد الى حد ما بس لا افضل مما سبق انت مش عايز انا الملخص بالنسبالي افضل مما صور طبعا افضل مما سبق بس حال الوقت وافضل وافضل لاعب في المباراة نهاردة بس لحال الوقت انت جيبت مهاجم من دورتبونت لأ انا مجيبتش مهاجم اصلا لحد الوقت جيبتش مهاجم اصلا لحد حتى مع انه نهاردة هارجع اقول تاني اقول لك على حاجة بمنطقة البساطة لو النهاردة الراجل ده الراجل ده عايز في الوقت بيجري منك النهاردة لو الراجل ده جاب جول جاب جول تاني وكل ماتش ينزل يحط لي جولين وهو واقف بعكاز انا راضي ومبسوط جدا جدا هقول له اوكي برافو عليك صفقة راكحة جدا ما في المال لو مهاجم بينزل كل ماتش مش جونين كل ماتش بينزل يحط لي جول فيما تبقى مباراة النادي الاهلي في الدوري انا بقول لك هقول له شكرا جزيلا شكرا لي وشكرا اللي اللي جابه لو عمل كده اهضر لو عمل كده